اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امس انفعالك على فقرة بروفائلك مع انها امس كانت ما تكلمت لا عن شخص سعد الدوسري طول البرنامج ولا تكلمت عن تقليل من سعد ولا قلت من سعد نهائيا سعد بالخاص لكنك انفعلت على الشباب انا مش ادافع عنهم لكن لاحظتها حتى عممت على الكل ايش السبب ايش اللي خلاك متضايق ايش الحاجة اللي خلتك تضايق بالضبط والله يا رجل صراحة انا كنت مضغوط من يومين من موضوع اللي صار الخصومات اللي على خوي سعد وشفت انها مالها سنع لانها فيها شغلة لقيت لها فيها ثغرة يعني بروفائلك بلاس هو اللي يخصم لا بيك لا انتم المرآة لنا للتوصيل لا يجيها اخرى وش الثغرة الثغرة هذه بارك الله فيك ان الخصومات اللي عرفها القوة الثانية في مشاكل الحقات الصلاة اللي شيء اللي انا ليه صراحة اني اتدخل وحل الموضوع لكن عطتوني مشكلة اكبر اني انا اقول له سلم الجوال وهذا انا لا اجب الجوال ولا لي دخلهم فيه وين الثغرة الثغرة ان الخصومات واضحة لكن خصم الجوال مختلف فجاي لها خصم مستقل ولها بند مستقل جدا مكتوب يا سعد مكتوب في العقد في البند انه اي خصم يأتي لشخص اي خصم يأتي لشخص 30% اللي هو القوة الثانية يتحمل خصم 30% ما اذكر والله الصلاة والباقي لا شفت الورقها اللي البارح يمكسروا قزاز امس انا عليم العقد اللي انت مكتوب عليها 500 الحالة انا ما عليك دقيق دقيق حق الصلاة مستقلة كل شيء كلها في فيناق سعد سعد نسمع ابو شوق انت عندك تفصيل للبنود سم عندك تفصيل للبنود اللي فيها خصم انا قرأت هالبارح حقة القزاز يكسروا هالشباب اي وش مكتوب فيها مكتوب خمسمية على الجوال وفي خصمات ثانية متفاوتة بس اقل من هالقيمة لكن ما عندي مشكلة التخلف عن الصلاة عليه خصم حتى عن اذان عليه خصم نعم حتى عن اذان طيب لو تخلف قوتك الثانية على الاذان وخصم عليه سم يخصم عليك نعم طيب ليش هذه الاذان بند مستقل ليش يخصم عليك لا الاذان لاني انا اقدر اقومه واسحبه من ايديه وقول تعال صحيح وهنا تقدر تقنعه وتسحبه من ايديه وتقول لا انا نفسه اذا انتم ما قدرتوا تقنعونه انتم هي ادارة وحاولتوا فيه ما قدر عليها الابو كاتل طيب ممكن يجي قوة ثانية يقول ما بغى اذن ما حتى يقدر يقنعه هي في النهاية تعاون يا استاذ احنا ما نحطك نقول قل مضربه تعاون معه وتعاون معك وانت كلامك كان امس انا عندي نقاش ثانية يا سعد امس انا قلت لك كلمة واحدة قلت دخل وسعد الكلثة مع الدوسة انا قلت لا لا وعصبت وتكلمت وقص وكذا تشوفها مناسبة وانا اتخل معها فيه وانا اتخل فيها انا امس قلت كان يبغى يجمع بينكم في تويند ويا سعد دوسة تود دخل وسعد الكلثة مع سعد دوسة يتكلمون رفضت و لعد يا جع ربي يرضى لك انا وسعد ترى متخالصين ومتسابقين ترى موضة متخالصين من دول بروفان هو هاني يقول بركز علي وسعدهم واحدة من المتسابقين سعد سعد دوسري خليك معي سعد خليك معي اللي بينك وبين المتسابقين من يدخل فيه انا اتكلمك عني انا انا امس قلت يا جماعة دخل وسعد الكلثة مع سعد دوسري قلت لي اص ولا اسمح رفعت صوتك علي والله تشوفها مناسبة ولا لا تبي صراحة يا هاني بيوزعل عادت رجاء انت صريح وتحب الصراحة وانا انت محامي وعارفين وانا حتى انا اشتغل فيه وانا عارفكم انت اشتغل فيه طرى اقلتهم بيننا علاقات اكيد في ذا الامور ذي اكيد اشك فأنتم بيه المحامين دون الثغرات وين فيه لكن اسمع يا اخوي الغالي يا بو شوق يا بو شوق انتم ادارة الحوار عندكم فيها مقاطعات بشكل استفزازي مهم ومهم عليه بس على الشباب لكن مهما كان في فارق السن وقرب السن بيني وبينك وانتدل بشي هذا ومع الشباب وبدن انقصر فيهم انا ما أحب هذا الشي حلو فينا لما اشوف دائما بح novelkeit خلال page ايجاب اني ا酷عwać ابو شوق فارق السن هذا يخmachine تقول هاني مسخرة فارق السن هاتذان اللي ما احترمته يخلى اللي تقول هاني يوم يوم هذا فارق السن اللي تعرفه بالصراحة أنتم البداية قالت لمبة ابو ثلاثة ريال لقد صهدًا سعان أنا لا يعتقدوا المقدَ لديك . وح überall حدثكم الذي ترى أن تمثّ المحامي ي armas ما ينط المث SAND طيب سعيد ريلاد ريلاد سابع دراسي أنا قلت في متسابق اسمه لمبة ابو ثلاثة ريال قلت سميت اسم احد قلت لمبة ابو ثلاثة ريال إني داع داع dry وأكت يتقون اي أهدات سميت متسابقicy nah سميتك أنا والله يا رجال ما عم يravabil يا حبيبي في عندكم شيء اسمه تصريح واضح مات فيها والله العظيم احنا متسابقين طرى عارفين الموضوع وانا ساكتي انت جاوبني يا سعد سعد انا سبيتك انت ولا سبيت متسابق باسمه انت ما سبيت انا قلت لك ساب الا سعد قول ملبة انا ما قلت سبيت انا قلت انت تهكم طيب ممتاز التهكم خلاص ان التهكم اقل من السب صح هاي سعد احمد سعود احمد سعود احمد سعود كل اللي بكوفش الروم احترموا النقاش لا تحترموا الاشخاص النقاش اللي حاصل احترموا الشاشة احبتك على رأسه هذه لا بتزيده ولا بتنقصه يا طويل العمر رجالي بياخذ حصتنا بين البروفايلك اسلام ايهاني يدورون الشهرة يا سعد دوسري اسلام ايهاني سعد التهكم اقل من السب يعني لبيك التهكم اقل من السب والله صراحة نعم انت را تتهكم وتقدحون ممتاز انا تهكمت وتستلمون في هالشباب وانا والله صراحة جزء من هذا المجتمع اللي اسمه ٢٨ متسابق طيب صحي سعد انا انا تهكمت صراحة انا تهكمت وترى ما ارضى عليهم سعد الصحيح انت الان ما رضيت الكلام دا صح صحيح لكم ثلاثين يوم ونص بس ابذكرك ان انا قلت ان انا قاطع الحوارات شف من اللي قاطع هه سعد انت الان ما عجبك النقاش دا فكان يفترض انك تجي تناقش ان تقول نقاشكم مكويس مو المفترض اذا صار حظ نفس بيننا تجي بعدها وتجيب دوس وتقول مسخرة هذي اساءة اساءة مباشرة وسميت الشخص انتوا عارفين هذا الشخصية هذه كاركترها قلت لكم من زمان انه كاركتر كوميدي ولا تمثل سعد تمثل فقط دوسر فقط دوسر اه؟ تمثل دوسر نفسه طيب ممتاز تعال بس تعال بس تعال مخرج نسمعي سعد عطنا كلوز يا مخرج عالشاحن خليك ثابت يا بو شوك جايك الان هيا اخذنا المخرج ايش اسم الشاحن الشخصية الدومية اللي فيتك انكر اسمه سعود ايلا سعود روح يا سعود والله سعود يقول سعد الدوسري مسخرة سعد الدوسري ما يفهم نلعب يا سعد استهبل يا سعد 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 انت فارق العمر يتكلم عنك كبير يا سعد يا حبيبي سعد فكر بعقلك ايش مسخرة انت ترضى احد يقول عنك مسخرة ترضى احد يقول عنك ميوم يو سعد والله عيب 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 شفت اللحية اللي في وجهك عيب بس طيب نسمعي سعد طيب نقول هجل اص بعد مثل مرة ثانية يا حبيبي لا سعد انت تبثل نفسك بكلامك يا حبيبي حنا ما نقول كلام زي كده ما نقول لي ميوم ما نقول للانسان كرمه الله يقول لهم ميوم عيب عيب يا ساعك يا سعد المفروض منك بفارق السن الكبير هذا سعد خلف محالي عشان ما في تداخله بجيك يا سعد سعد المفروض بفارق السن هذا تقول انا عصبت ونقبل منك اسفك علينا وراسنا يا سعد انا نقشك عني الحين انت تكلم انت اسف من اخيك المتسابقين اكلمك عننا بعد النقاش وبعد لما هديت رحت سويت لي قرقور وقلت مسخرة وميوم يوم دوسر نفس سعودي حقي سعودي يقول انك مسخرة ويقول انك هو هو خلاص اتفهم مع دوسر اتفهم معي وانت اتفهم مع سعودي سعد حريبي انا ما اود العصر يا سعد عيب تكلم معه سعد تعرف ليش اتكلم معي يا سعد ماكي حلم حاسني انا اقول لك يا سعد انت ما تملك الجرى تتكلم معي هذا انا معك انا ناقشتك على الهوى بيني وبينك قدامك اما انت يا سعد تروح من ورا وتتكلم عن موضوع سعد انا اكلمك الموضوع يتعدى مرحلة الفصول سعد انت تتكلم يا سعد انه في ناس يدعمونك وجيت هنا تاخذ الجائزة الاولى هذا مو بسلوب واحد ياخذ الجائزة هذا اسلوب واحد جاي ينتقي اسلوب ايش يا سعد اسلوب ايش سمعني محترف يتكلم بهذا الكلام اسلوب ايش ما سمعتك من هو من هو محامي انا انا مو محامي انا اعرف المحامي يمثل العدالة انا مو محامي يا حبيبي سعد حبيبي لما امس دار الحوار بينك وبين هاني وارتفع الصوت واحدد من النقاش ومشار فيه نقاش وقص ما قص توقعنا انه الرجل معصب انتهى الموضوع فيه اختلاف وجهات نظر حق واجب بغض النظر عن جميع الاسباب توقعنا بعد ما يهدى الرجل ممكن لا تعتذر ممكن يقول انا ندمت انه مثلا اني سوت هالشيء ليتني ما سويت هالشيء ما كان اودي غلط على احد لكن بكامل قواك العقلية توجهت وطلعت الدمية يا رضا فاهم عزيلي سعد سعد من يدير الدمية انت انه انت جيت باسلوب وانت بكامل قواك العقلية وبارد عصابك وبكل راحة اديت شخصية دوسر اللي انت حطيتها باسلوب انه مسخرة ما تصل لها الدوجه كلهم كلهم ما سلمة مو ياتي هاني كلهم حتى بالله بنظم جاء وحتى كلهم جاء سعد سعد اللي يرضى عن نفسه بكيفه تبيت انتقم بكيفك اللي يرضى عن نفسه بكيفه بس انت يا سعد انت سارضى ان تكلم عليها تقول لهم يوم يو وتقول له مسخرة لما تشوفه مثل يطبع يمثل بشكل الكاركتر كوميدي هل امثل هذا لو امثل مشهد ساخر اعرفت هل هو فعلا هذا الشخص لو قابلته وجه لي وجته لا هل امثل هل امثل هل امثل انت ممثل تاخذ اي كاركتر وتسب شخص بعينه لا نفهم يا سعد سعد يبعد راسي لا يقنونه لا يقنونه يعلمونه شي يقول يحبون راسه امثل احمد سعود احمد سعود احمد سعود رجعنا اتركنا مع ياسر حبيبي الله يسعد ارجو يعلمونه يعلمونه احمد سعود احمد سعود راح ساولك فكرة بعد شوي اسلم يا ياسر يا سعد اوش اتعرف معبتك وتقديرك واحترامك بالنسبة لي سكوتي او مثلا احترامي لك مش معناتها انه انه انا مثلا خايف منك او اني ما بي ارد عليك او الاخره لكن انت امس يا سعد اعتذرت وقدرت اعتذارك جدا وشفت اعتذارك لنا وقلت بيض الله وجهه وما اقصر لكن انك تظهر في كاركتر وتقول اني لا انا مجرد اني اسوي كاركتر واقلد احنا ممثلين ونعرف انا ممثل في مجال التمثيل وفي مجال المسرح بكمل في مجال التمثيل في مجال المسرح اقدر اقلد شخصيات وسواها الشباب هنا في بروفايلك وقلدونا وما زعلنا بالعكس قل ليه شباب سواه حلوة جدا بس اتكثروا عشان ما تطلع سامجة ما زعلنا والله ما زعلنا قلدونا بس مسألة اني اجيب شخص مثلا اجي انا بقلد شخص مثلا اقلد صالح القحطاني ولا اقلد فلانه وجه اقول انا صالح القحطاني ساعد مصخرة هذه اهانة للشخص تقليل مش معناتها انه انا قلد ياسر خلص فهمت علي في فرق بين التقليد وفي فرق بين الاهانة بعدين دقيقة انا مش مش ادافع عن هاني هاني لما قال لمباته بثلاثة ريال ما قال اشخاصك عنهم لمبات ثلاثة ريال قال في اشخاص اداءهم والله مش لمبات ثلاثة ريال لمبات ثلاثة ريال الدوم على اقل حبيبي 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 ما اذكر اشخاص ما اذكر اشخاص لحظة لحظة ان كانك صادق لكلامك اسأل هاني وش قال عن محسن ايش قال عن محسن هذا عاد قالها في وجه اجاوب اجاوب ايش قلت عن محسن ايش قلت عن محسن قلت محسن روحي روح طفل وبعدين محسن لي هلسان يتكلم لا تخاف خلاص هي جاوبني انت عن كلامك الدمية الهلسان رد على الدمية انت انت تكلم عن الهلسان انت انت اللي قلت مو بلسانك الدمية حقك وخذيته اماك حط الشاحن خلاص واصلت لي انت يا سعد يمثلك هذا الكلام اني ممثلك حط الشاحن قبل شوي يمثلك يا سعد اذا عقلك بعقل الشاحن سعد سمعني يا سعد واذا كان عقلك بعقل الدمية هاني مخرج تعالني بعد اذنك سعد سمعني يا سعد سعد معي الله يعطيك العافية والله العظيم لاني معه هاني ولاني معك لكن كنت اتمنى الحوار يكون ارقى من كذا من يقود الدمية خلني اتكلم الدمية من يقودها سعد الشاحن من قادة هاني يعني في شخص محرك لها الله يعطيك العافية يا سعد الجمال في وجودك في الكفش الروم هو اسمك والعائلة التي تنتمي لها زائدنا وردة السلام التي تحمل بيتك بيضى الله وجهك يا سعد الله يقويك بعد راسي طبعا معنا النسب تفضلي علي اما دليل اتوقع ما احدث امس واليوم من سعد والبحث عن شو الاصدام طيب